كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا قد أجرى اليوم بالقاهرة مباحثة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وتناولت هذه المباحثات حصيلة رئاسة المغرب لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في ظل ظروف وأوضاع إقليمية بالغة التعقيد والخطورة بسبب مواصلة إسرائيل حربها العدوانية على قطع غزة كما تناولت المباحثات سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الجماعي لتواكب التحولات المتسارعة على الساحة الدولية